بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحبا بكم اخواتي من جديد في القناتي ان شاء الله تكونوا كام بخير بصحة جيدة وثانية ان شاء الله اولا قبل ما نبدأ بالفيديو نعتذر على هذا الغياب الطويل اني سرحتا كنت تعبانة مع الفترة الاخيرة وضع الحمل وبعد وضع الحمل ومع بنتي كنت تعبانة وما كنتش قدرا نحط لفيديوهات سواء في قناتي هذي ولا قناتي الاخرى اعتذر جدا على الغياب طويل بزاف ان شاء الله تكونوا كام بخير ونبدأوا الفيديو تا اليوم ان شاء الله رح ندير لكم قاطو بارد بالخوخ مع اننا في فصل الخوخ بتحليات جي باردة وجبنينة بالبزاف نبدأوا بسم الله على بركة الله في الفيديو والمقادر وكيفية التحضير نبدأ لنسبة المكونات القاعدة الاولى رح نحتاجوا الى بسكوي كما تشوفوا رح تظهر لكم المكونات في الشاشة نتكميهم بالبسكوي بالنسبة للبسكوي تقدروا تستعملوا اي نوعية بسكوي متوفرة عندكم او تفضلوها ترحيوها كما رحكم تشوفو تمكسيوها مليح ثم اضيفو لها زبدة ضيبة بالنسبة للكمية كما هنا درت 60 قرام زبدة ودرت 250 قرام بسكوي تقدروا تضيفو وتنقصوه لحساب المول تاكم او لحساب الارتفاع الليتو ما بغيتوه هنا كما تشوفو رح نخلط البسكوي مع الزبدة ثم رح نطرحها في المول كما المول تحبو تديرو كل القالب اللي عندكم سواء مدائري موربع يعني الشي اللي بتوفر عندكم وبالنسبة للقاعدة يعني الارتفاع يعني تحبو تديروها رافعة تحبو تديروها سميكة يعني لكم الاختيار وبعدها بعد اللي نبسطوها مليح ندخلوها الى الثلاجة ونخليوها تبرد تمسك في حين رح نحضرو الكريمة كما راكم تشوفو عفوا نحتاجو كمياء من الخوخ سواء الخوخ هذا او الخوخ الاخر يعني الشي اللي بتوفر عندكم قطعوه مورسوات صغار وبعدها تمكسيوه ترحيوه جيدا وبعدها نقسموه الى قسمين قسم رح ننطرهم على الكريمة والقسم الثاني رح نخليوه كطبقة اخيرة كما تشوفو قسمته الى قسمين نص فيه 400 جرام والباقي الاخر فيه 300 جرام وعنا بالنسبة عن اذا نحتاجو جيلاتين جيلاتين متوفرة في الجزائر يعني انا جبتها من ثمة جيلاتين غبرة نحتاجو 10 جرام نديرو فيها كمية من الماء البارد ونحطوها على جنب تقريبا 10 دقائق الوقت يعني ننكمل الكريمة تانا هنا بالنسبة للكريمة عندي 250 جرام المسكخبون او اي نوع من الجبن الكريمي نميكسي وملي حتما رح نضيف له كريمة طازجة كريمة لك 5 خش 30 بالمية نسبة تهم فيها ديت كيس 20 ميلي لتر ونطلحها مع المسكخبون حتى نتماسك ونضيف لها السكر السكر يبقى عليه حسب الرغبة انا درتوش ملعق كبار من السكر وانتما يعني لكم الاختيار في السكر تقدروا كمية كبيرة تقدروا كمية صغيرة يعني لكم الاختيار ونضيف 400 جرام من الخوخة المطحون نضربها مليح مع الكريمة ثم رح نضيف الجيلاتين بعد اللي خليتها 10 دقايق هكذا 10 جرام نضيف لها شي مع الخليط ثم نعود نرجع لخليط كامل مع بعض ونخلطه نمكسيه مليح ثم رح نضيفه كتبقة ثانية فوق البيسكويت نعدلها تختائي مليح وندخلها المجمد خليها حتى نتماسك ثم بالنسبة للطباقة الأخيرة نجيبوا هذه الثمية قرام الخوخ المطحون رح نغليها على النار نسخلوها نضيفو لها السكر بالنسبة للسكر أنا اضفت ثلاثة معالق كبار ونخليو هذا السكر حتى يدوب مع هذا الخوخ حوالي ربع دقائق تلاثة خمسة يعني حتى نشوفو السكر ذاب مع الخوخ هذك ثم رح نضيفو ايضا 10 قرام من الجيلاتين بعد اللي درتها ايضا في الماء وخليتها نخلطها معا لهذاك مفرخة في الخليطة الخوخ ونخليها يعني حتى الخليطة عحتين يبرد خليوش حتى نيجمد فقط طيو اللي تياذي يبرد شوية باش ميدوب ليش لا تخطاعي ونفرغو من الفوك كما كنت شوفو طبقة الأخيرة ونعود راجعو للثلاجة ليلة كاملة حتى نتبرد الكيكة تعي جيدا ونبعدا نقدموها هنا يا الاصباح كما تشوفو نحن نحن لا تخطاعي جي صراحة جي بنينة جي رائعة وجي خفيفة وما دمرنا في فصل الخوخ تع Long بلدينا معك والك مرحبت الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة